السلام عليكم كل سلامتوا طيبين ورمضان كريم الحلقة الثالثة من مسلسل العائلة بتستمر معنا التمهيد للشخصيات وبيخليك تعرف قدئين الشخصيات كلها مضمرة نفسيا حرفيا كل الشخصيات مريضة نفسيا حتى ديفين نفسها اللي هي المفروضة الدكتور نفسية لا هي كمان بتروح لدكتور نفسي كلهم مرضى نفسيين بتستمر معنا التعريف بالشخصيات والتعريف بقدي ان كلهم مضمرين فعندك شخصية اصلان وجهان اللي اتنين شايفين ان امهم شايفين في ديفين امهم ديفين مختلفة عن كل الاشخاص اللي جنب في حياة اصلان نهائي وانا بقول في حياة اصلان اللي هي حياة جهان نفسه لان جهان مهووس باي حد يدخل بحياة اصلان ودي حاجة احنا قلناها حلقة دي هتكون حلقة صغيرة اصلا لان زي ما قلت هو استمرارا للي حصل في الحلقتين الاولى والتانية ما شفناش اي حاجة جديدة تماما غير بس بيعرفك معلومات زيادة عن كل شخصية وان حتى هليا بذات نفسها خايفة ان ديفين هتاخد البساطة من تحتها كده هتاخد قوتها لان يعرف ان ديفين قوية ومن زي البقيين اللي دخلوا حياة ابنها تماما فخايفة ان ده تاخد منها القوة اللي هي فيها عشان كده هي بتعمل كل اللي هي بتعمله ده وبرضو اصلا عايز يحمي ديفين بكل الطرق اللي هو عمل حتى العقد الجديد ده عشان خاطر يحميها بس حتى عقد قاسي جدا جدا معجبش ديفين نهائي ولا هيعجبها لان برضو العقد مش اي حد فهو عنده عقدة من عيلته العيلة مدمرة بشكل كبير جدا شفنا كمان عرفنا ماضي ابراهيم ابو هو الاخ الكبير ليوسف سويكان فهو دخل يوسف دخل السجن مكانه عشان هو جبان وعرفنا ان هو جبان ويوسف كان شجاع وشفنا ان اصلا بيتعامل برضو مع عمه يعني مش كعدو وعدو يعني بس شفنا ما وقع بينه وبين اتلة بشكل كبير بس لسه حتى الان ما شفناش ردة فعل ابو مع اتلة هو بس مجرد اتقابله وخلاص ما جابلناش عمل في ايه بعد كده بس لسه انا برضو لحد دلوقتي شفنا المشهد اللي اصلا ضرب فيه ابن جزخته وشفنا لما كان بيجي بيطرابه جت عمل قدامه كاردون بشري كده الناس وقفة ومسكين بعض بحس لا حد يصور ولا حد يحوش بس حتى الان ما شفناش قوة اصلا ما شفناش قوة العيلة ما شفناش المافيا اللي بجد بتاعتهم يعني بعد اتلات حلقات كان المفروض يورونا القوة على الاقل حتى الميديا انت واحد انت اعداء مع بعض فما فيش قوة موجودة تبين لنا ان يعني الرجال دول كلهم وقفوا ليه خايفين منه ليه يعني فيش داعي الخوف مثلا على سبيل المساء انا بابا قرنش ومش هقارن وخلاص اتفقنا من الحلقات اللي فاتت اللي احنا مش هنقارن بس الحفرة مثلا عرفنا قوة الحفرة في رجالتها في شبابها في الناس اللي ساكنين فيها جيش الحفرة جيش عشان كده كانت مطمعة فعائلتكو شوفالي قوتها في جيشها جيشها اللي معاها اللي يموت عشانها في اي لحظة فان بقى قوة عائلة سويكان فان قوة اصلا مع وراهوش غير اتنين تلاتة سواق راجل كبير والاتنين اللي موجودين معاه اكرم وغيري تاني دو اللي اسمه ايه فان بقى قوة العيلة تلات حلقات كتير على ان انت تبين لقوة العيلة انا تمام معاك في الدراما ومعاك في تمهيدك للشخصيات وكل حاجة بس على الان اللي كنت تبين لقوة العيلة في المافيا مشاهد بسيطة يعني وضحت القوة اللي موجودة وهو انه واخد معاد مسلا في حاجة صعبة في المطعم صعبة محدش بقدر ياخد فيه معادس ان يتعمل قدامه كادون بشر عشان محدش يصور وهو بيضرب واحد برضو مش دي الكوة الكافية ماوردنش كده فخامت وهيبت عيلة سويكان جيهان برضو مشهد بضرب تلاتة ايش طيان راح يضرب دي اوه معتوه تمام مش دي مشكلتنا بس برضو فان القوة بتاعتهم فان الحاجة المريبة بتاعتهم هوليا فان القوة اصلا بتاعت العيلة ككل كده عيلة سويكان عيلة كبيرة ليه يعني حتى ما شفناش اعمالهم الكتيرة ما استعرضوا هوناش فزي ما انا برضو بشيت بالمسلسل في الحلقتين الاولى كدراما وكتمهيد للشخصيات بس شايف ان هو طوله بشكل كبير في الحتة دي وطوله في التمهيد لدرجة ان هم منسوا يبينوا لنا قوة المسلسل من ناحية العيلة المدمرة دي قوتها ايه بقى يعني انا عايز اعرف قوتها لان اساس التدمير بتاعتها اساس الاختلاف بتاعتها هو في القوة بتاعتها القوة دي فين بقى لان الحلقة اللي بعدها تستمر برضو فاجهان عايز اتكلم مع اي حد وبقول انت محرم علي يعني هو عارف انها قوية هو عارف ان هو مش عافي لف عليه شوفنا ان الحلقة الجاية هيتكلم معها وهتقعد تتكلم معه بتقول له انت قريب من امك درجة انها مش فارق معك انها مش فارق معها انك تموت فبرضو يعني احنا داخلين في الحلقة الجاية هتبقى عبارة عن متحورة حوالين الشخصيات ومتحورة حوالين الجواز بتاع جهان وبتاع اصلا فقط لغير مش هنشوف برضو القوة غير هوليا بتضرب النار على احد رجال ابراهيم اللي هو العم معهم برضو فين القوة? اتمنى ان الحلقة اللي جاية خلاص احنا عرفنا الشخصيات عرفنا التعمق بداخل الشخصيات عرفنا كل حاجة عن الشخصيات حلقة الجاية بقى ايه وريني القوة الرأسية انا مش عاجز مشاهد اكشن اتجيب ليش مافيا دلوقتي تمام انا متفاهم ان المسلسل بيتمحور حوالين العيلة ومشاكل العيلة وعقد العيلة وكل ده انا متفاهم لده كله بس هات لي بقى قوة العيلة دي لان ده الاساس. عايز اشوف القوة. عايز اشوف بيستمدوا قوتهم ده منين. اصلا ماشي كده فرد جناحاته منين. القوة منين. الفلوس بس. طيب برضو فاني الاعمال. فاني الفلوس دي. فاني الاعمال دي. برضو عايز اعرفها. بس ده كل ما عايز اقوله في حلقاتنا النهاردة في النظر الحلقة الجاية. ياريت لها الحلقة جادتكم. تعملوا لايك وشير للحلقة. ولكن انت مش مشترك تشترك في القناة. اتفعل برضو تابعينا على انستجرام ولا فيسبوك ولا تيك توك. واشوفكم في حلاق دي يا باسد الله.